الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي الوزراء ومعالي الدكتور نائف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء السفارة البحرينية في الرياضة وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الدكتور ماجد بن عبدالإله القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يطيب لنا ونحن نصل إلى بلدنا المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعبر عن عميق شكرنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حافظه الله ورعاه على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معربين عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الراسخة والمزدهرة بين بلدين وشعبين الشقيقين القائمة على التاريخ المشترك ووحدة المصير والمصالح المتبادلة وما تشهده من تطور ونمو على كافة المستويات مما يجعل منها أنموذجا للتكامل والترابط الوثيق ويسرنا أن نؤكد على أن ننعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرأي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في كل ما من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسبات دولنا ويؤدي إلى تحقيق تطلعات شعوبنا في مزيد من التكامل والازدهار وصولا لتحقيق الاتحاد مؤكدين في الوقت ذاته الدورة البارز لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود الهدفة إلى مواجهة التحديات المحدقة بها والوصول إلى حلول سلمية وشاملة لمشكلاتها وأزماتها وإننا إذ نجدد تقديرنا وامتناننا للجهود المباركة التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود في خدمة قضايان الخليجية والعربية والإسلامية ولدور الاستراتيجي المتواصلي للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع ونؤكد ثقتنا بأن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لهذا اللقاء الأخوي ستجعل مخرجات قمتنا على مستوى التحديات التي تواجهها ولتكون هذه القمة بمشيئة الله تعالى خطوة مهمة في مسيرة مجلسنا المبارك وتحقيق تطلعات وآمال شعوبه